توفر مختلف المعاهد المتخصصات كويناً عالياً في مجالات مختلفة وبعض المطارب بصين أو المتخرجين يتوصلون إلى ابتكارات وأفكار لإنشاء مؤسسات هذه المبادرات تلقى الدعم والمرافقة من مختلف الأشهزة التي وضعتها الدولة لتسهيل الاستثمار عدنا مشروع الإنراء العمومية الدكية حيث تؤدي إلى تحسين القدرة بالطاقة في مجالات الطاقة حيث توصلنا إلى نتائج تصل إلى 80% تخفيض استهلاك الطاقة خرج التكوين المهني ديبلوم خيراطة تورنر عندي خبرة في مجال صناعة في مجال ميكانيك صناعي والحمد لله من قدرنا وصلنا لكي نصنعوا أجهزة كنا نجيبوها من الخارج نقوم بتجسيد هذه الفكرة مع متربيسين ومهنين في مختلف أطوار التكوين من مراكز التكوين المهني إلى معاهد التكوين المهني وذلك خاصة خلال السوداسي الأخير من فترة التكوين أين تكون مذكرة التخرج على شكل فكرة مشروع ولاية سكيدة تدعمت بمركز للتكوين المهني ببلدية الحدائق وضياء حيز الخدمة ومعهد متخصص بمنطقة بوزعرورة وصلت الأشغال به إلى مراحل متقدمة والهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين في التكوين مع فتح تخصصات جديدة تتماشى مع خصوصيات الولاية ومتطلبات سوق العمل لاحظنا نسبة معتبرة من نمط التمهين والذي يعتبر مؤشر إيجابي من خلاله يتجلى الدور المحوري والمزدوج لقطاع التكوين والتعليم المهنيين باعتبارهم من أهم العناصر المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية يذكر أن الولاية أحصت 31 مؤسسة تكوينية بتعداد 6550 مؤسسة